ساب صالح أهلا ومرحبا بك دعنا في البداية نتحدث عن موضوع مهم للغاية هناك العديد من الشركات والمؤسسات تتحايل على النظام لرفع نسبة السعودة هل برأيك أن هذه الشركات والمؤسسات استفادت من بعض الثغرات في النظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم دعنا في البداية نتحدث عن ما هو نضاقات لو سألنا الحقيقة المشاهدين الغالبين لا يعرف أو يجهل برنامج الضاقات لأنه جاء حقيقة بدون سابق اندار أو بدون حملة إعلانية أو دعائية فالإعلام أنا دائما أركز على أنه أي برنامج سنطرحه في الوطن يجب أن يكون هناك حملة إعلانية داعية حتى يعرف المواطن في مدى هذه البرنامج أو تلك من سواء سلبيات أو إيجابيات هذا البرنامج اللي هو برنامج نطاقات هو برنامج أو مشروع السعودة أطلقته وزارة العمل يهدف إلى تقييم المنشآت الخاصة تصنيفها طبعا حسب نطاقات اللي هو الممتاز والأخضر والأحمر والأصفر حسب تفاوتها لتوطين الوظائف البرنامج حدد أيضا عقوبات وحوافز وهذه بادرة جيدة أنك تتحدد عقوبات وحوافز لهذا البرنامج على أساس القطاعات أو أساس النطاقات التي تنتمي لها المنشآت إذن هو يركز على الأداء الفعلي وركز عليها للمنشآة المنشآة التي تقل عدد موظفية العشرة لا يدخل ضمن برنامج نطاقات إذن السيد صالح في هذا الإطار هل برأيك أن هذه الشركات سفادت من هذه الثغرات المتواجدة في برنامج نطاقات؟ بالضبط يعني مشكلتنا أنه الغالبية حتى لا أعمم أنه نضع الأنظمة والقوانين دون دراسة كاملة دون دراسة الفجوات التي ممكن من خلالها ينتهز هؤلاء الانتهازيون وبالتالي يخلقون الفرص لتجاوز هذه الأنظمة ويقفز على هذه الأنظمة ولكن في جانب آخر سيد صالح عندما نرى ونشاهد برنامج حافز برنامج يمتلك شروط قوية من الصعب أن يتجاوزها أي شخص ولكن في برنامج نطاقات نرى عكس ذلك يعني خليني أقول لك أنا مثلا في برنامج ساهر خليني أطلع شوية بس في جزئية البسيطة برنامج ساهر وضع وتذمر منه الغالبية تذمر بالبرنامج ساهر لكن ميزة ساهر أنه نادر الثغرات الموجودة فيه يعني قد يكون 70% ناجح فيه ثغرات معينة خليني أعطيها 30% لكنه وضع هذا البرنامج على أساس أنه لا يوجد هناك ثغرات كثيرة أو هو فيه ثغرات لكن لا يوجد فيه ثغرات كثيرة برنامج وزارة العمل جاءت على أساس كم هائل من التراكمات في العمالة يعني التوطين السعودة نتحدث عن السعودة قبل عشرات السنين ولم تطبق هذه السعودة كانت هناك حلول وهمية حلول ورقية لم تطبق على الواقع كنا نطالف في الإعلام في الصحافة كنا نكتب وكنا نجتمع أيضا حتى مع المسؤولين في وزارة العمل لا يوجد هناك حلول جذرية للسعودة لا يوجد هناك حلول جذرية للبطالة كلها تنظيل حينما جاء الآن برنامج الطاقات ووضع له زي ما قلنا حوافز وعقوبات إذا لم تطبق هذه العقوبات بصرامة إذا لم يتم تشهيل المنشعة وإسمها وصاحبها فلن ينجح هذا البرنامج البرنامج نظريا جيد نظريا كورق جيد كأنظمة جيدة مثل ومثل الأنظمة الثانية ولكن ربما ساهم البعض يتحدث بأنه ساهم غياب الوعي عند بعض المواطنين في تفاقم هذه المشكلة بالضبط يا زي ما قلت لك يا أحمد أنه أنا لا أطبق برنامج أو لا أطبق أنظمة دون أن أعطيه زخم هائل من الإعلام الإعلام يا جماعة الخير يجب أن يكون هو حلقة الوصل بينك وبين المواطن الإعلام حلقة الوصل بينك وبين المتلقي حلقة الوصل بينك وبين الطرف الآخر ما تريد الإيصال إليه لا تأتي لي فجأة وتقول والله أنا عندي هذا البرنامج وهذه ننظمها بطبيقها أنا واشتراني أنا كمواطن أني أنا متلقي أنا واشتراني كمنظم هذا واحد اثنين أنا يجب أني أنا أقدم العقوبات قبل الحوافز لأنه لدينا حقيقة يعني تجاوزات يعني أذرت بالوطن العقوبات ليست رادعة ليست رادعة وليست كافية أخي يا أحمد العقوبات ليست كافية أنا مع التشهير من يطالب يعدم التشهير أنا ضده أنا مع التشهير وأقوله بالفهم المليان إذا شخص يتلاعب باقتصاد الوطن وابناء الوطن ويتلاعب بالسعوة ويتلاعب بالبطالة لماذا لا أشهر به لا يكفي أننا والله يكتب الله المنشأة سين عين ووقفتنا العامل لمدة خمس ست سنة وطي من هي هذه المنشأة ولماذا استغلت أنا قبل فترة يعني محطة وقود محطة وقود سيارات وجدوا أنه والله يموظفين بنات وكذلك شركات مقاولات وصل فيهم التلاعب لي لأنه من أساء العقوبة أساء الأدب من سلم العقوبة من أعمل العقوبة أساء الأدب فبالتالي إذا ما هناك عقوبات رادعة جدا تجاه أي نظام يستر لن ننجح في تطبيق الأنظمة دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع القروض السكنية صندوق التنمية العقاري قام بخطوات جيدة باتفاقه مع عدد من البنوك المحلية لتقديم القروض المواطنين كيف تقرأ هذه الخطوات؟ الصندوق العقاري هو ما يؤرق الحقيقة للوطن والمواطن أزمة السكن قبل فترة كان فيه أنه 5% من المواطنين لا يملكون منزلا مع الأسف أقولها بالفلم المليان أنه الإدارات السابقة للصندوق التنمية العقاري لم تؤدي دورها بالشكل الإيجابي حقيقة هذا الإدارة الحالية يعني خلينا أقول كجزئية أنه ثقافة الفكر الإداري معدوم لدى غالبية الأجزاء الحكومية هي ثقافة فكر إداري مثلا أضرب لك مثال في الأحوال المدنية كنا مثلا تروح لمسك سروات وتجلس بالساعات عشان تطلع لك بطاقة أحوال أو تضم ابنك أو ابنتك في هذا لما جت إدارة جديدة وضعت أرقام واستفادت من التقنية وبالتالي الآن تروح إلى 30 إلى 35 دقيقة وأنت بخلص تجراتك لكن رغم ما تقوله السادة صالح نرى نحن في صندوق التنمية العقاري هناك جهود رأينا بعض المقترحات التي طبقت من خلال قرض المعجل قرض ضامن القرض الإضافي هناك جهود الآن هي فكر إداري يا أحمد هي فكر إداري الإدارة الحالية الآن ووزارة الإسكان الآن لديهم أضروحات رائعة جدا لحل هذه الأزمة لكن المشكلة أنه يعني الشقة كبيرة من الرقعة يجب على المواطن أنه يتحمل شوية الحلول موجودة بدأوا في الحراك الآن صدوق العقاري يفكر الآن أنه يكون بنك استثمار عقاري هذا البنك الاستثمار العقاري لديه الحقيقة عدة يعني هو هو قناة للاستثمار هو قناة لعمل شركات عقارية عميلة استحواذ هو أيضا يفكر في عميلة استثمار الداخلي والخارجي هو لديه هو وسيط أيضا لديه أيضا استشارات مالية ممكن أن يقدمها من ضمن الحلول لديه أيضا أنه ممكن يقدم عينات من البناء الهندسي السليم غالبية المواطنين من كانوا يسكنوا بقصور ببيوت كبيرة جدا هاجروها يا أحمد الآن بدأت اللي هي البيت الاقتصادي نحن ينقصنا في المجتمع السعودي هو ثقافة المجتمع المعرفي ثقافة الاستفادة من السكن المفيد لك والاقتصادي بنفس الوقت ما يقدمه صندوق العقاري عشان أجيب على سؤالك هو حلول رائعة جدا مجهودات جبارة جدا يشكرون عليها فقط نريد الصبر نريد المساندة من البنوك ماذا قدمت البنوك للمجتمع؟ البنوك عندنا 19 بنوك ما قدمت شيء للمجتمع لماذا البنوك تأخذ فوائد؟ يا جبعة الخير شاركوا بجزء بسيط لو بهذا الجزء يشاركوا أنت صالح تتفق مع البعض الذي يقول آن للبنوك أن تقوم بدور تنموي يخدم الوطن والمواطن بينما نرى الآن البنوك المحلية رغم ما تقوم به من خلال اتفاقها مع صندوق التنمية العقاري إلا أنها تتمسك بهذه الفوائد بالضبط البنوك لو تجي للخدمة الاجتماعية لخدمة الوطن والمواطن رؤساء ما جالس الإدارات في البنوك البنوك أنفسهم مليارات يكسبون ولكن لم يقدموا للوطن حتى هذه الجزئية في صندوق العقاري الآن يحاول يحل هذه الجزئية السكنية ويحاول يشارك الوطن والمواطن فيها لم تتنازل هذه البنوك ولو بواحد بالمئة من الفوائد المقدمة الآن البنك الاستثماري أو بنك التنمية العقاري هو يقوم بدور وسيط ويقوم بدور رامن كفيل للرهن العقاري ويقوم بدور أنه يقدم القرض الحسن وهذا يمكن هو يساعد أنه هو البنك الوحيد يقدم هذا القرض الحسن للمواطن حتى يعملية تعجيل تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية الاسروات الناس اللي ماسكة من ما خلفته الإدارات السابقة من الصندوق هو الآن العدد هائل جدا والكم هائل جدا فتحت التقديم بدون أرض كانت تذكر في رجب عام 32 فتحت التقديم بدون أرض خادم الحرمان الشرفين أيضا ما دسر وهناك دعم 40 مليار للصندوق هناك قرض أيضا 3 مليار على أقصاد سنوية كل هذه الموارد المالية استثمارات البنك أيضا البنك الاستثمار العقاري كلها موارد يستطيع البنك من خلالها تنفيذ البرامج المعدة على أساس أنه تقلص لأعداد الانتظار وتساهم في حل أزمة الإسكان عندما نصلت الضوء حول هذه البرامج التي يقدمها صندوق التنمية العقاري هل برأيك أن هذه الخطوات ستسهم في إنهاء قوائم الانتظار؟ ستسهم وأيضا يفترض أننا نتساعد كلنا هي حلقات حلقات يجب أن تكون مترايبطة لا نعتمد على صندوق العقاري فقط صندوق هو سيكون بينك تثمار إذن شركات التنمية العقارية لها دور كبير أنها تتنازل وأنها تساعد بدل ما تأخذ أرباح هائلة تحاول تقلل من أرباحها البنك يجب أن تشاركه وتساعد بشكل فاعل جدا الشركات العقارية بناء الوحدات السكنية نحن نقصنا الكامباوند فكرة الكامباوند غير موجود فكرة الاستثمار في الكامباوند هذا ما نشاهده الآن ما تقوم به وزارة الإسكان هناك من خلال إنشاء الوحدات السكنية هل برأيك دور صندوق التنمية العقاري إضافة إلى وزارة الإسكان وأيضا البنوك سوف يسهم في حل هذه المشكلة البنك المقترح بنك الاستثمار العقاري سيكون صانع للسوق في استقباله في ظل وجود وجود سميها البنوك التمولية سميها شركات التمولية سيكون هو صانع للسوق سيقدم اقترحات عديدة المهجودات التي قاعد يسويها صندوق العقاري وبنك العقاري جيدة جدا لكن يجب أن تتعاون هذه الجهات الأخرى في تقديم أيضا هذه الأزمة المؤرقة للوطن والمواطن يجب أن يكون هناك حلقات يجب حقيقة أن البنوك المحلية تساعد في حل أزمة السكن يجب أن تخير الآن هو دوركم يعطونا شيء إيجابي خلونا نحس أنكم أنتم هالملائرات التي تكسبونها من البلد أنكم أنتم تنفعون البلد يعني عشرات السنين ونحن نطالب يجب أن تخير دوركم أنتم هالبنوك ولا حياة المنتوناتي يعني إذا ما شاركتوا الآن في هذه الأزمة فنأتقدر لكم لن تشاركون في أي إيجابية فبعناتها حيث تظل السلبية موجودة في هذه البنوك تظل يعني لا نعتمد فقط على صندوق التنمية العقاري ولا نعتمد فقط على أنه والله هذا البنك الذي يقدم الآن حلول جذرية ومشكلته مشكلة الآن مش مشكلة الآنية لو لو أنا أقول لو أنه الإدارات السابقة كانت تعمل بنفس المنهجية بنفس الفكر الإداري اللي الآن نعمل فيها على الأقل قلصنا تقريبا 60% مكايفة انتظار أنا تشارك البعض الذي يتحدث بأنه يجب أن يتم على وزارة المالية على مؤسسة النقد فرض يعني هذه التوجهات على البنك لحل هذا الإشكال الذي نعاني منه هي حس وطني إذا 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 ما عندك حس وطني صعب أن أجبرك هذا واحد أثنين أتمنى أن يكون هناك من مؤسسة النقد اللي هي البنك المركزي هناك فرض بعض الأشياء الإيجابية أن البنك تشارك فيها في المجتمع لكن قبل ما أفرض عليك يفترض أن يكون عندك حس وطني أنت تكسب مليارات هائلة جدا عندك إرادات هائلة جدا قبل أن نبدأ الحوار في هذه الفقرة طلبت أن تتحدث عن محورها ما هو شروط التقديم للمرأة بالضبط يعني لو تلاحظ اللائحة اللي كانت سابقا موجودة في صندوق التنمية العقارية تلاقي سروط تعجزية الحقيقة للمرأة أنه الأرملة وأربعين سنة وكأنه جاء من من الغربة كان غريبة علينا هذه المرأة هذه المرأة أختي وزوجتي أنه يسهل إجراءات التقديم يجب أنه يعطي المرأة دور كبير جدا حرام ما نشاهده